بملامح مكسوة بالحزن نشدت الفنانة ليلة علوي جمهورها لمسندس مستشفى سرطان الأطفال 57-357 الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة بعد تراجع نسبة التبرعات داخل مصر الأسباب اقتصادية وبسبب رواق بعض المعلومات حول وجود شبهة إهضار لأموال التبرعات جاء الرد صادما من الجمهور الذي طالب النجمة المصرية بطرح مبادرة تقتصر على خصم نصف أجور نجوم الفن في مسلسلات رمضان والتبرع بها للمستشفى لأن المواطن العادي لم يعد قادر على دعم هذه المشروعات ليلة علوي قدمت المنجدة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام وقالت فيه من سنين اشتركت في حملة أنا ومجموعة كبيرة قوي من الفنانين والإعلاميين ورجال الدولة ورجال ونساء المجتمع في حملة كبيرة وجمع تبرعات من مصر والوطن والعالم العربي كله لمستشفى 57-357 اللي بتعالج الأطفال بتاعنا اللي ربنا بيختارهم وبيصبهم بالسرطان بتعالجوا في المستشفى دي وتابعت ليلة الحقيقة المستشفى دي عملت إنجاز كبير وفرقة جامد جدا في كل أطفالنا التعبانين وبالتالي أثرت على كل الأمهات والآباء 57-357 أنجزت سقط وحب وعطاء للأطفال كتير جدا لدرجة إن الناس بتقول إن كل التبرعات دي بتروح ليها وأضافت فيه إشعات كتير طلعت عليها لكن كانت بتعالج وبتعالج صح وكويس ونسبة الشفاء عالية ونظامه نظافة يا جماعة المستشفى هتقفل وعندنا مستشفى الطنطة أفلت أرجوكم سعدوا 57-357 لإن كلنا محتاجينها واخسارة لنا إنها تتقفل وعلقت الفنانة ليلة علوي قائلة انقذوا مستشفى 57-357 تبرعاتكم هتساعد إنها تتكمل لخصت إحدى المتابعات تعليقات الجمهور برسالة مباشرة إلى الفنانة ليلة علوي قالت فيها أنت يا ليلة تولي حملة إن كل الفنانين يتبرعوا بنص أجر مسلسلات رمضان كلها للأعمال الخيرية وتابعت متابعة أخرى أيوة حضرتك وغيرك معكم تتبرعوا تقدري تقول لنا إن إحنا مرتبتنا اللي بتخلص يوم 6 في الشهر نتبرع منين هل المستشفى بتخضع لرقابة علشان نعرف كل التبرعات دي بتروح فين؟ ومين اللي له الحق التصرف في أموال التبرعات؟ ترجمة نانسي قنقر